على وقع التحذيرات من شن هجوم محتمل على إدلب أعلن نشطون تأسيس المقاومة الشعبية لتكون خط المقاومة الثاني للمقاتلين في صفوف الثورة وسند لهم أثناء عملهم ومؤازرتهم بيان تشكيل المقاومة أكد عدم تبعيتها لأحد وعدم تلقيها أي دعمين حتى لا تحسب على أي طرف معلنة أنها ليست ضد أي جماعة مقاتلة على الأرض وأن سلاحها ليكون موجها إلا للنظام وميليشياته فصائل الشمال المحرر كانت عززت وجهزت نقاط رباطها استعدادا لأي مواجهة قد تفرض عليهم من قبل النظام وحلفائه مبدين استعدادهم للمواجهة والقتال حتى الرمق الأخير في معركتين قد تكون الأخيرة بين النظام والجيش الحر بتزمن مع السنفار الشمال الهيئات المدنية والإعلامية في جسر شغور بإدلب عقدت اجتماعا أكد فيه الأهل تمسكهم بعدم مغادرات منطقتهم والمشاركة في صد أي عدوان وأشاروا إلى حصولهم على تضمينات من تركيا ترافقت مع وصول تعزيزات عسكرية لها إلى الحدود السورية إضافة لتعزيز نقاط مراقبتها في المنطقة تحركات أمريكية بموافقة روسية قال عنها موقع ديبكا الإسرائيلي إنها تهدف لمنع أي هجوم محتمل من النظام وحلفائه على إدلب في ظل زيارات مرتقبة من قبل وفد أمريكي إلى تل أبيب ثم تركيا لعرقلة أي هجوم الحشودات العسكرية والتصريحات والتهركات الدولية استدعت بابا الفاتيكان فرانسيس لتحذير من وقوع كارثة إنسانية في إدلب ودعوة المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للحوار والتفاوض في إطار احترام القانون الإنساني الدولي من أجل حماية حياة المدنيين معركة إدلب لم يحسم أمرها بعد لتبقى المحافظة برأي المحللين مختلفة عن غيرها لسيما مع وجود رفض تسوية من مقاتلي دمشق وريفها ودرعا وحمص ورفض الأهالي خيارات المصالحة وسيطرة النظام على غرار بعض المناطق السورية الأخرى اشتركوا في القناة